السلام عليكم وصلني قبل فترة لابتوب لينوفو ليجين 7 سليم الجديد وإن شاء الله بمقطع اليوم بنتعرف أكثر على الجهاز وأشارككم من طبعاتي عنه بعد التجربة معاكم بدل من جيم تيك وخلونا نبدأ لينوفو ليجين 7 سليم يعتبر الجيل السابع والجديد من سلسلة الليجين ويعتبر الفئة الأنحاف والجهاز يجي بشاشة حجمها 16 إنش من نوع IPS وسطوع يوصل إلى 500 نت وبدقة 2560 في 1600 بيكسل يعني الدقة أعلى من 2K وتردد الشاشة يوصل إلى 165 هيرتز وتدعم دولبي فيجين وHDR والحلو إن حواف الشاشة نحيفة ومستحوذ على 93% من الواجهة وفيها ميزة أنتي غلير اللي تخلي الشاشة ما تعكس والشاشة تدعم نطاق لوني بنسبة 100% SRGB اللي تخلي الألوان أفضل وأكثر حيوية وتدعم أيضا حماية العين من إشاعة الزرقاء وتعتمد على تقنية تعتيم DC اللي تساعد على تخفيف إجهاد العين ووقت الاستخدام يعني كل شي يحتاجه القيمر من ناحية القوة والمميزات موجودة في هذه الشاشة والحلو إنك تقدر تبدل بين معدل تحديث الشاشة بضغطة زر تضغط FN مع R وتتحول الشاشة من 60 هيرتز إلى 165 هيرتز وطبعا تسوي شي هذا حسب احتياجك عشان موضوع البطارية الجهاز يجي بمنافذ كثيرة ومتنوعة عشان يلبح احتياجاتك المختلفة يجي بمدخل HDMI 2.1 وفيه منفذ لذاكرة التخزين ومدخل للسماعات وفيه منفذين Type-C واحد منهم Thunderbolt 4 وفيه ثلاث منافذ USB Type-A 3.2 يجي اللابتوب بساعة 1 تيرا من نوع SSD مع 16 جيجا رام والجهاز سريع في التشغيل وفتح البرامج والألعاب والتطبيقات بفضل ساعة التخزين للSSD وليجين 7 Slim يجي فيه أحدث جيل من معالجات انتل اللي هو انتل Core i7 الجيل 12 وتحديدا 2700H ويدعم أفضل التقنيات في المموري مثل DDR5 والسرعة توصل لـ 4.7 جيجا هيرتز يعني هذا المعالج ممتاز وسريع وقوي ومناسب جدا في الاستخدامات العادية اليومية وأيضا مناسب في الأشياء الثقيلة مثل المونتاج والألعاب القوية الجهاز يجي بكرت شاشة منفصل من نوع RTX 3060 بساعة 6 جيجا بايت وجربت على الجهاز ألعاب ثقيلة مثل God of War على إعدادات بين الهاي وبين الأصلية وجربت لعبة Elder Ring بإعدادات بين الهاي والماكسيموم وفي كل اللابتين خليت الدقة أعلى من 2K والتردد 165 هيرتز وكان الأداء حلو وثابت وما في دربات أو هبوط في الأداء مع اللعب لوقت طويل والحلو أن الشاشة تدعم تقنية G-Sync اللي تساعدك في التقطيع والدربات اللي تصير مع الحركة السريعة خصوصا في ألعاب الشوتر ومع داعم تردد 165 تكون هذه الشاشة واحدة من أفضل الشاشات على مستوى جميع الألعاب والجهاز ما في صوت عالي وقت الاستخدام لكن أكيد الحرارة ترتفع شوي لما تستخدم الجهاز على أقصى أداء فمن ناحية الألعاب نقدر نقول أن أداء اللابتوب جيد جدا على عددات منوعها بين أصلية وعالية مع دقة 2K و 165 هيرتز والحلو أنك تقدر بضغطة زر تغير أداء الجهاز تضغط FN مع Q وتغير أداء الجهاز وتخليه هادي أو تخلي الأداء على اللون الأزرق إذا حاب تلعب أو تسويه مونتاج أو تريح راسك وتخليه Auto والجهاز يعطيك الأداء المطلوب على حسب احتياجك الصوت في اللابتوب يعتبر عادي لا هو عالي جدا ولا واطي يعني لو كنت تلعب في غرفة المكيف شغال فيها مثلا وفيه ضجيش خفيف حولك بتسمع الصوت عادي وبيكون الوضع تمام وبالنسبة للكاميرا تجيب وضوح Full HD ومناسبة جدا لو تبغى تسويه بث من خلال اليوتيوب وأيضا فيه مايكروفون مزدوج عشان يلتقط الصوت بنفس الوقت وفيه سويتش على الجنب من خلاله تقفل الكاميرا أو تفتحها عشان موضوعه الخصوصية الكيبورد في الجهاز يجي بإضاءة بيضة وبما أن الجهاز 16 إنش فمساحة الكيبورد جيدة والمسافة بين الأزرار تعطي راحة في الاستخدام الطويل والتتش باد حجمه ممتاز واستجابته جيدة جدا ومن ناحية البطارية إذا كان استخدامك طبيعي ممكن الجهاز يعطيك إلى 5 ساعات استخدام متواصل أما إذا تلعب ألعاب فيعتمد على حسب اللعبة والإعدادات اللي حاطها لكن دائما الأفضل أنك تلعب وانت شابك الشاحن عشان تأخذ أفضل أداء للجهاز والجهاز يدعم أيضا تقنية الشحن السريع الخلاصة جهاز لينوفو ليجين 7 سلم الجيل السابع يعطيك أداء جيد جدا في الألعاب والمونتاج مع شاشة ممتازة ووزن يعتبر خفيف بالنسبة لجهاز جيمينغ وبخصوص السعر وباقي التفاصيل بحطه لكم بصندوق الوصف تحت ومثل ما أقول دائما شوف إيش احتياجك وعلى أساسه اختار جهازك